لبنان يعني رغم تدهور الأحوال الاقتصادية في لبنان وانهيار العملة اللبنانية ورغم المصاعب والمعاناة المعيشية خرج اللبنانيون أفواجاً بحثاً عن السلع والضرورات الغذائية اللي بدأت أن تنفذ من الأسواق مع بداية تنفيذ قرار الإغلاق العام في البلاد أعلم مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ الصحية اللي رح تبدأ بعد يومين 14 يناير الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه في الصور اللي عم نعرضها مشهد موجع للوضع الاقتصادي في لبنان تهافت الناس الطوابير للحصول على السلع الأساسية وحتى الخبز يعني حتى ذكرت بعض الصحف اللبنانية أنه بتذكرهم بأيام المجاعة هذه الصور والطوابير اللي عم تكون موجودة وتهافت الناس بعد الخبر لشراء حاجياتهم خوفاً من عدم حصولهم عليها بعد الإعلان عن حالة الطوارئ ولأنه بالحالة الطبيعية للأفراد في لبنان بيشتروا السلع أول بأول يوم بيومه لأسباب عدة منها طبعاً الوضع الاقتصادي الصعب الإقفال العام اللي عم بيصير وأيضاً ارتفاع سعر المنتجات وبالنسبة للقرار رح يتم منع الخروج إلى الطرقات من 14 إلى 25 يناير مع بعض الاستثناءات طبعاً كما سيتم إقفال كل الإدارات كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأيضاً الجامعات والمدارس والحضانات والأرصف البحرية والملاعب الرياضية ورح تقلص حركة المسافرين بالمطار لتصبح 20% فقط على أن يخضع القادمون لفحص فوري من المطار طبعاً فحص كورونا وفحص آخر بعد أسبوع طبعاً للأسف لبنان من السنة الماضية وحتى الآن يعني فيه انهيار كبير للعملة اللبنانية الاقتصاد أيضاً فيه انهيار وإجت فترة كورونا يعني زادت الموضوع سوءاً طبعاً ما ننسى انفجار مرفق بيروت وللأسف يعني فعلاً من المؤسب أن نشوف مناظر الصور اللي عم نشوفها كيف الناس عم تتهافت فعلاً فيه سلع يعني فيه ناس بالسوبر ماركتس عم بيقولوا أنه نفذوا السلع الأساسية بلبنان اشتركوا في القناة